السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده للبنات اشخباركم. كنت منا تكونوا مزيانين. اليوم بغيت نتقاسم معكم هاد القلاس هادا اللي رائع جدا وهذا هو الوقت دياله. صراحة كنا عنا دي الأسبوع وحد الحرارة اللي هي مفرطة يعني يعني مجهدة بزاف. وما كينش محسن الحاجة دي لطار انك تصويه على يدك. وقلاس اللي هو اقتصادي بجوج دي المكونات. كينجي رائع وليد بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. وكان مغين راحب بكم كاملين. ولبنات اللي عندهم مجدد كنقول لكم مرحبا بكم. ما تنسوش ضغط على الزل احمل اشتراك وتفعلوا الجرس. باش يبقوا وتبصلوا بكل ما هو جديد. وما تنسونيش من لايكات ديالكم. وغدا ندوز دابة باش تشوفوا معايا هاده هما المكونات اللي غدا نستعمل. هادا كل لوز انا كنت حمرته وكنت غدا نضيفه يعني كيبقى اختياري. بالنسبة للبنات يعني اللي عندهم توفر عندهم. وبغوا يستعملوه. يدير واحد شوية هكا في المقلع. ويحمروه. ويدقدقوه شوية بباب. يعني بدلك ما يطحنوش من بتطحانة هكا باش يتطحن بزاف. ويمخاص يبقى اه مرمش. هاداك هاداك كاقتراح ما انا ما غنستعملوش امامكم. غدا نحيدو. يعني انا غير وريتو بالنسبة اللي بغوا يكون يعني غلاس غني. يمكن لهم يستعملوه. وانا استعملت اه جوجي المكونات اللي هي الكرهمة. كرهمة ديال الخفق. والحليب نيسلي. يعني اه هاد الحليب مركز. الحليب مركز البنات ايمكن ليكم تستغنو عليه ما تستعملوش. البنات اللي ما كتوفروش عليه. يعني تاخد الكاز دي السكر سانيدة. كتوضعي في مقلة. حسيدو بشوية. وكتزيد عليه اه الحليب. كاز ديال الحليب اللي يكون اه بارد. وتخلطي مع دك السكر مبعد الميدو يعني يقولي اللون دياله كراميلي زي. كتزيد علي واحد المعالقة ديال الناشا. كتخلطيها مع واحد تقريبا واحد اه نصف كاز صغير ديال الحليب. كتخلطي مع ديك الناشا. وكتخوي على الخاليط ديال اللي درتي في اللول ديال السكر والحليب. وكتلقيت حركي هاك. وزيدي واحد طريف ديال الزبدة. فراكي يقولي اه يعني عندك كراميل. هو اللي يمكن لك تستعمليه مع هاد الوصفة هادي. وتستغني تماما على الحليب المركز الى ماشي متوفر عندك. يعني بمكونات اللي هي بسيطة جيدا. انا استعملتو لانه كان تواجد عندي. كيما لاحظتو اخضيت الكريمة هنا استعملت اه ستمية وخمسين ميليليلتر ديال الكريمة. وغانستعمل الحليب المركز. الحليب المركز اللي بنات استعملتو لانه كيعطي واحد لده. واحد المضاق اللي زوين بزاف. وحتى الكراميل. راه كي يجي زوين. ويمكن لكم ديدو معه اه الفاني. حتى هو كي يجي كيعطي واحد النسمة واحد منكها مختلفة. وطربت يعني الكريمة بوحدها بالطرب. بعد انطرب احتى توقف. حل شكل ديال. حلا وغانستعمل القاطو. يعني بسيطة هاد الفكرة هادي وساهلة. اه يعني لكل سيدة ان هاتش هات القلاس النضي ده بحضره. وخميكوش متواجد عندك هادك الحليب المركز. احتى بالنسبة للكريمة. الناس اللي ما كيتوفروش على الكريمة السائلة. حتى هي اه يعني ما متواجداش هكذا هم. اكيد را كتكون الكريمة ديال الخفق اللي كتكون هاكا كفصاش شي يعني بودرة. هادي كيمكن اللي كم تستعملوها. مع الحليب بارد. وطربوها. يعني اه دائما كين حلول. واكيد الكريمة را متواجدها را تبراك الله يعني ما كينش بلاسة في المغرب او لا يعني را كاينة والتمن ديال اللي اللي هو يعني رخيص. ما شي غالب يعني مقارنة مع القلاس اللي بغتي تتخضيها هكا في المغرب. را كيكون القلاس غلا من اه غلا من هاد الكريمة هادي لان هاد القلاس يعني من الحجم العائلي. كيميا اللي هي كبيرة يعني الدار كاملة تقدر تاكل داك القلاس وتفواج وتضحاك ويكون نهار زوين. صراحان القلاس كي يعطي واحد الحيوية واحد الناشاط اللي يكونوا فرحانين في الدار يكون شي فرحان في داك القلاس لانها مصيب في الدار ماشي مشرم الزنقة هنا كما راحتو ضفت الحليب المركز بالنسبة للناس اللي ما كيبغوش الحلاوة يمكن لي هم ما يستعملوش هاد الكيميا كاملة هاكا ديال الحاليب يعني ما يستعملوش كلها يديرو غير نص ديالها صافي كافي انا استعملتو اللي العادي لانا وما يكي يعجبوش هاكا والقلاس ما يكونش ناقص في الحلاوة اما بالنسبة للناس العاديين انا كنصحكم ديرو غير نص ديال الحليب المركزي اللي كانت واجد عندكم يعني محتاجوش ديرو هذيك العلبة كاملة ويمكن لكم ديرو اللوز ام افلي اعفوان اللوز مهرماش او الكوكا او لذيك شي اللي كتبغي او لشكولات حبيبات فهذا الخاليط هادا قبل ما تديروه في المول بشيدو يمكن لكم تخلطو به مي انا حاولت هنا ندير اه غلاس اقتصادي يعني يمكن اي واحد انه يستعملو لان كي الناس ما يكونش متوفر عنده اللوز او بالزبط الاشياء واكيد اللي متواجد عندو من الاحسن انكم تديروا اللوز الى كان هذا الى كانوا كيبغوه ولداتكم كيبغوش اللوز وهاتش كيبغو غير يكون هاك عادي ويمكن لكم تزوقوه بالفواكه من يجبتوه او لب شوكولات بتك شي كيبقى اختياري في صراحة هادا القلاس كيجيزوين بزبزبزب في البنات وجربوه متأكد اه غادي يعجبكم اردو علي الخبار اه اختيت هاد القالب ديال السيليكون هو اللي استعملت الى كانت واجد عندكم السيليكون من الاحسن انكم تستعملوه هو يعني في القلاس لانا كي القلاس كيبقى قابت فراسه وماني كيجيت حيديه من من القالب كيتحيد بسرعة وما كيلسقش في في جناب دياله ولي منتواجد عنده اكيد كياخد اه قالب ديال الحلوه عادي في حال هاتشكل هادا اللي وريتكم دابا انا كنوريكم يعني كفكرة بنسبة الناس لي ما كيكونش متواجد عنده في حال هاد المولاد ديال السيليكون كتاخدو اه قالب عادي وكتشدو اه الفيلم اليمونتر والبلاستيك الغدائي وكتفرشوه ليه لاحظوا معايا انا كنوريكم بشوفو يعني كتحاولو تفرشوه مزيان وديروه اه غارق في الواس دياله ومن بعدها كتصبو هاداك الخليط في الواس دياله واكيد مني كتجيو تحيدوه من القالب كيكون ساهل عليكم بزاف وبسيط وهدا من الحجم العائلي اكيد لو بغيتوا تديروه من الول هكف لكنو عندكم دو كل القاوالي بصغار دياله غلاس راحتها هما كيجي فيهم زوين يمكن لكم تديروه بالشوكولة يمكن لكم تديرو بزاف ديالاشياء يعني تديرو هادا الخليط في القالب ديال الكلبات الصغار اللي كيكونو دياله غلاس ومن بعدها كتاخدو صوص ديال الشوكولة كتديرو فيه وكتخليو اه ديرو فاحد داك ال تاكل البوشيطة ديالو كتدخلي الكونجيلاتور كيو اللي عندكم اه غلاس فردي يعني لونيداتكم ان شاء الله مازال بزاف ديالواصفات اللي ها نتقاسم معاكم اللي تكون اقتصادية يعني يعني يقدرو بزاف ديالناس انهم يحضروها وهنا اه دخلتو الكونجيلاتور خليتو تقريبا انا خمسة ديال ساعات يمكن لكم تخليو ستا ديال ساعات ذاك شي كيبقى لحسب تلاجة ديال او عفوين الكونجيلاتور ديالكم خمسة ساعات تقريبا يمكن لكم اه تخليو اكتر يعني خمسة ساعات راه كان واجد اه غدا وغدا نرش عليها ككي ما لحتو شوية ديال اللوز مهرمج وشوية ديال هاكا حبيبة صغار قاق ديال الشوكولات كيبقى وهاكا تزيين اختياريين واستعملت المعلقة يعني هذا بالنسبة للناس اللي ما كتوجدت عندهم اه يعني المعلقة الخاصة بالبلا غلاس يعني معلقة العادية احت هي راه كتقضي واكيد غدا نوريكم بالنسبة للناس اللي كيو يستعملو هاكا يعني غلاس حل حسب روسهم حل لديك شي ديال الزنقة تماما لاحظوا معايا لغلاس ناجح البنات مئة بالمئة وزوين واقتصادي ما فيش بزا ديال المراحل ما كينش يعني اه تقريبا اغي ما رح الى وحدة كتخلطي كل شي وكتدخلي الكونجيلاتر اللي هي في كرة ساهلة وبسيطة وصافي كم دو هاكا كنحط في الكويسات ديال التقديم مهم اللي عندكم او نفط بيسلات اللي متوفر عندكم وهذه هي المعي القادل يلا غلاس اللي كل شي كيعرفه اكيد ورا متواجدة في الاسواق تقريبا رح كل شي متواجدة عنده وحنا كنبغو نوري يعني اللي عندو واللي ما عندوش الحاجة مهيا دي كتسهل وكتعطي واحد المنايدر اكتر رحضوا معايا يعني اني كتحطيها وكتجي مقادة واحتى في الشكل ديالة كتجي في المنايدر اجمل والتزيين كيبقى اختياري ممكن لكم تديروا لي السوس الشوكولات او لا السوس ديال الفريز او لا الكراميل من الفوق او لا تديروا اللوز ايفيلي او لا تديروا ليفخوي مهم كيبقى داك شي او حسب الضوء وحسب الرغبة وهنا البنات كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان وكنتمنى انكم تبغطى جمال اصدقاء والاحباب ديالكم هذا اكيد الى عجبكم وما تنسونيش من لايكات ديالكم ونتلقوا ان شاء الله فيديو اخر وهذا هو القرار ديالي في النهاية تقريبا وجد كل شي واسلام عليكم تلقوا ان شاء الله فيديو اخر اشتركوا في القناة